فإذا نحن أمام بدعة خطيرة جداً خطبة اليوم عن هذه البدعة الخطيرة من تحدث عن البدعة هذه البدعة القتل بالتعزير أيها الإخوة ولمن ستنظرون في أنحاء الخطبة إن شاء الله كيف توسعوا في موارد أيها الإخوة وفي مصاديق ومناطات من يقتل تعزيراً من يقتل تعزيراً عموماً للأسف المالكية هم أكثر من قالوا بهذا القول أنه يجوز القتل بالتعزير وقال به بعض الحنابلة وقال به بعض الحنابلة سأفصل في هذا أما السادة الحنفية رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم وعفى عنهم وصفح وسامح أما السادة الحنفية فنُصِب إليهم أيها الإخوة القتل سياسةً لم يقولوا بالقتل بالتعزير ممنوع عندهم أن يقتل إيه لأن التعزير ما هو التعزير لمن لا يعرف طبعاً فإن شاء الله كلكم تعرفون وكلكم التعزير أيها الإخوة وهي العقوبة التي لم يحددها لم يحددها الشارع الحكيم موكولة لنظر القاضي يسمى الحاكم الحاكم هو القاضي انتبهوا باللغة الفقية الحاكم ليس هو يعني الجافرنر وإنما هو القاضي إذا اجتهد الحاكم أي القاضي مش حاكم الدولة نعرف كل حال موكولة لنظر ماذا؟ لنظر الحاكم والأصل هذا هو المشروع والمعقول يا إخواني ألا يبلغ بالتعزير ماذا؟ الحد وإلا لماذا يسمي هذا حداً وهذا غير حد الأصل ألا يبلغ بالتعزير الحد ينبغى أن يكون دائماً تحت الحد تحت عدنا الحدود لكن أن نبلغ به القتل ارتفع الضبط وكثر الخبط ارتفع الضبط وكثر الخبط بهذه الطريقة أيها الإخوة بهذه الطريقة على كل حال هذا هو التعزير الحنفية لا يقولون بالقتل إياه بالتعزير ولا الشافعية المالكية وبعض الحنابلة المالكية وبعض الحنابلة حتى لا أنسى بين مزدوجين من لطيف ما وقع أيها الإخوة بعد أن سنى السنة السيئة الظهر برقوق السلطان الممنوكي المعروف لأسف شديد سنى سنة سوءة وهي ترتيب الأئمة والقضاء الحكام على المذاهب الأربعة قاضي المالكي وآخر حنفي وثالث شافع ورابع حنبلي وفرق الأمة إذا قيل إنه رؤية في المنام فقيل ما فعل الله بك قال عذبني عذابا شديدا وقال لي بما فعلت من هذا الترتيب والتوظيف فرقت أمة محمد فرقت أمة محمد بهذه الطائفية بهذه المذهبية أربعة قضاء لماذا؟ من اللطيف أن هؤلاء القضاء على ما كان بينهم من تغاير أيها الإخوة ومن تحاسد ومن منافسة شريفة وغير شريفة كانوا كانوا يسندون في مسائل التعزير والنكال والعقاب بالتعزير الأمراء القاضي المالكي الحنف يقول لا أنا متخلي ابعثوا به المالكي وكذا الشافع والحنف لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المالكي هم الأكثر أرسله إلا رحمة للعالمين ليس مجدد أرسله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما الحرص على الرحمة هذا؟ هذا حرص على الرحمة هذا هدي محمد القائل إذ رأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم؟ فإن الإمام لأن يخطئ في العقوبة خير من أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة؟ هذا دين محمد هذا هدي محمد؟ هذا دين الرحمة؟ يقولون كِلوا أمره إلى المالكي حتى يبلغ به أشد ما يمكن أن يبلغ به حرص عجيب على الانتقام والتشفي من الناس أيها الإخوة من هؤلاء المحكوم في قضاياهم شيء عجب شيء عجب الأستاذ الحنفية نُسب إليهم أيها الإخوة هذا مذهبهم في الحقيقة ليس منحولاً عليهم كذبة مذهبهم القتل بالسياسة القتل سياسة لكن هذا توسع ظاهري في الحقيقة الحنفية هم مع الجمهور وغير متوسعين لماذا؟ لأنهم مثلوا لماذا ذهب الحنفية بالقتل سياسة بأنهم يرون القتل بالمثقل يرون القتل بالمثقل قالوا يقتل به سياسة يعني باللغة الأخرى تعزيراً ليس حداً هم لا يرون أن من قتل بالمثقل يقتل قصاصاً أستاذ الحنفية جميل جداً ما هو المثقل باختصار المثقل هو الذي يهلك ويقتل الضحية أيها الإخوة أو المجني عليه بثقة له كصخرة كبيرة مثلاً كعصى غليظة كالدهس بالسيارة كل هذا مثقل كأن تردم إنسان تحت ردم هذا قتل بالمثقل لكن لا ينفذ أما القتل بالمحدد فهو الذي ينفذ كخنجر وسكين وموسى وسيف هذا محدد وذلك مقتل باختصار على كل حال فأستاذ الحنفية لا يرون أن قتل من قتل بالمثقل من باب القصاص يرونهم باب ماذا السياسة يقتل سياسة يقتل سياسة لكن الجماهير الجمهور الثلاثة أيها الإخوة يرون أن القتل بالمثقل عقوبة تستوجب القصاص فقتل من قتل بالمثقل إنما هو من بابة من بابة القصاص لا من بابة التعزير ولا من بابة ما يسميه السادة الحنفية السياسة فالخلاف إذن لفظي الخلاف لفظي ثم إن السادة الحنفية أيضا من باب قتلهم بالسياسة أو قتلهم سياسة يقتلون الله طوالعياذ بالله السادوميين نحن نستحب أن نسميهم كما قلنا هذا مرات من سنين السادوميين لا ينبغي أن تنسب هذه الفاحشة المنتنة إلى نبي عظيم ما يجوز يا أخي والنبي لم يقل هذا والله لم يقل هذا هذا فعل قوم لوط ومن فعل فعل قوم لوط ما تقول لي من فعل فعل لوط ينسب إلى لوط هذه من أقبح ما وقع فيه علماؤنا للأسف الشديد لكن نحن نتابعهم حتى فقط نفهم وإلا نقول مستدركين أستدومية قتل أستدوميين أيها الإخوة الفاعل والمفعول به السالب والموجب كما يقولون أنا في علم النفس وفي علم الجنس السالب والموجب يقتلان قالوا سياسة الحنفية قالوا ليس لدينا دليل نعتد به على قتل استدوميين أيها الإخوة حدا إذن يقتلاني سياسة الجمهور قالوا لا بل يقتلاني حدا لدينا أحاديث مرفوعة وموقوفة فالخلاف لفظي فالخلاف لفظي فانحصر الأمر إذن في السادة المالكية في جماهير المالكية وطوائف من الحنابلة الذين أجازوا القتل تعزيرا بلغوا بالتعزير حد القتل شيء مقيف جدا أيها الإخوة لكن ليس هذا الذي يعنينا هذا موضوع فقه طويل في الفقه المقارن الذي يعنينا أيها الإخوة أنهم باسم جواز القتل تعزيرا أجازوا قتل المبتدعة هذا هو الخطير في الأمر أريد أن أنفذ من الآن من هذه الناحية والحيثية إلى موضوعين